ايو هتنسى بعد الدرس على طول هتخش على موقع هتحل دوت كوم هتنزل تحت في وصف الفيديو هتلاقي لينك الامتحان اه ما انا عايزة تطمن عليك ان انت بتعرف تحل بايدك وهتنزل في التعليقات تحت تقولي جبت كام ايوة انا عايزة تفرج على الجمال ويلا بينا نبتدي الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله اول درس في الترمي التاني لسنة 6 تبتدائي اسمه مجموعة الاعداد الصحيحة خلينا بقى نبتدي الحكاية من اولها كانوا زمان بيستخدموا الاعداد علشان يعدوا بيها يعدوا بيها التفاح يعدوا بيها الشجر يعدوا بيها اي حاجة فلما كانوا بيجوا يعدوا بيقولوا واحد اتنين تلات اربعة خمسة علشان كده سموها اعداد العد وكانوا بيدلعوها يقولولها عين لحد ما مر من المرات بيفتحوا صندوق لقوا فاضي فسألوا هو فيه كام فما حدش عرف يرد فلاقوا ان المفروض يبقى فيه رقم بيعبر عن الولا حاجة وفي نفس الوقت الرقم ده ما ينفعش يتعد بيه علشان كده خرجوا برا اعداد العد وقالوا ان فيه رقم اسمه الصفر انما احنا في المنهج بتاعنا هنقول عليه المجموعة صفر كده بقى فيه عين اعداد نعد بيها وبرها المجموعة صفر ومن هنا قالوا بس يبقى هم دول الارقام اللي احنا بنستخدمهم في الطبيعة علشان كده ضموا العين مع الصفر وسموها الاعداد الطبيعية وكانوا بيدلعوها يقولولها طه يبقى طه جواها العين لوحدها والمجموعة صفر اللي اكتشفوها بعد كده لوحدها خلينا بقى نفتكر الاسئلة اللي كانت بيجي السنة اللي فاتت اول سؤال بيجي يقولك اعداد العد هي الاعداد الطبيعية مع عدد اه والله دي اعداد العد هي كل الاعداد الطبيعية من غير مين من غير الصفر طب اصغر عدد طبيعي يعني اصغر عدد موجود جوا المربع طه مين الصفر يا ميس حلو طب اصغر عدد من اعداد العد اصغر عدد ممكن اعد بيه الواحد يا ميس جميل جدا طيب شايف الطه شايفها كويس لو شلت منها العين هيتبقى لك ايه هيتبقى للمجموعة صفر يا ميس طيب انما لو قلتلك شايف العين شايفها كويس شيل الطه اصلا كاني بقولك شايف الشقعين هد العمارة كلها طه يبقى معنى كده هيتبقى لك ايه ولا حاجة يا ميس ولا حاجة هنا اسمها فاي طيب السؤال اللي بعده الرمز اللي باصس تحت ده اسمه تقاطع انما اللي باصس فوق اسمه اتحاد التقاطع بياخد الحاجات المشتركة ايه اللي مشترك ما بين العين والمجموعة صفر لا والله يا ميس دي العين في حتة اصلا والصفر في حتة تانية خالص يبقى معنى كده ان المشترك بينهم ايه مفيش يا ميس ما احنا اتفقنا بقى مفيش حاجة اسمها مفيش اسمها ايه فاي جميل طيب لو خدت العين اتحاد يعني كله يا ولاد اتحاد دي بالعربي يعني معه العين معه المجموعة صفر هما اللي اتنين مع بعض يدونا ايه يدونا المربع الكبير يا ميس اللي هو مين طه طيب جميل قوي تعالى ناخد الاتنين اللي جايين احنا قلنا اللي بصص فوق بيدعي الربنا ده يبقى عايز ربنا يقوي يقوي يعني الحاجات مع بعضها كلها العين مع الطه بص حبيبي انت عندك العين جوه الطه يعني في بطن الطه بيفكرك بايه بيفكرك بالام اللي حامل في نونه في بطنها لو انا عايز الي اتحاد واللي اتحاد قوة يبقى انا هاخد الكبير فيهم اللي هي الام اللي هي هنا الطه انما لما اقول لك عين تقاطع الطه التقاطع بياخد الصغير اللي هو النونو اللي هو مين العين يبقى لما اسألك فحكتين جوه بعض اللي اتحاد فيهم ياخد الكبير والتقاطع ياخد النونو الصغير طيب لو قلتلك شايف الطه شي منها المجموعة صفر يتبقى لك ايه عين يا ميس طب لو قلتلك بص على العين كويس لو جيت انا سحبت من العين وشلت من العين المجموعة صفر هيتبقى ايه في العين اصلا يا ميس عين ما عندهاش الصفر يعني اصدك لو خدنا منها الصفر مش هتتأثر لان الصفر مش جواها ايوة ميس يبقى هتفضل عين زي ما هي طب لو قلتلك المجموعة صفر شيل منها العين اصلا يا ميس المجموعة صفر جي في حتة والعين في حتة يعني المجموعة صفر مش هتتأثر لما امسح العين يبقى هتنزل المجموعة صفر زي ما هي إنما لما أقول لك المجموعة صفر شيل منها الطه شيل العمارة كلها طب ما كده ما تبقاش حاجة في الرسمة يبقى هنكتب إيه فا يميس حلو طيب المجموعة صفر تقاطع الطه المجموعة صفر جوه الطه كأنها النونو والطه هي الأم هو عايز هنا التقاطع يعني الصغير يعني النونو اللي هو مين المجموعة صفر طب لو قلت لك المجموعة صفر اتحاد الطه والاتحاد قوة بياخد الكبيرة اللي هي الأم اللي هو مين هنا بقى طه خلينا بقى نكمل الحكاية الحكاية بتاعتنا إن كان فيه أعداد بنعد بيها اللي هي العين وبعد كده اكتشفوا براها المجموعة صفر فكده قالوا إن هي دي الأعداد اللي احنا هنستخدمها في الطبيعة بس بعد كده حصلت حاجة بيفتحوا التلفزيون في مرة لقوا المزيعة بتقول إن درجة الحرارة في أوروبا ثلاث درجات تحت الصفر فسألوا الله هو فيه حاجة أقل من الصفر بس صفر أصغر حاجة جين احنا قلنا لهم لأ الصفر مش أصغر حاجة وإن فيه أرقام كتيرة تحت الصفر وزي ما فيه واحد فوق الصفر فيه واحد تحت الصفر بيسموا بقى الأعداد اللي تحت الصفر دي فسموها أعداد صحيحة سالبة وكانوا بيدلعوها بصاد السالبة اللي هي سالب واحد يعني واحد تحت الصفر سالب اتنين يعني اتنين تحت الصفر سالب تلاتة يعني تلاتة تحت الصفر وإن طه كلها مع الأعداد السالبة اللي هم اكتشفوها في عز التلج دي سموها كلها صاد اللي هي الأعداد الصحيحة وإن العين هيتغير اسمها دلوقتي وهيسموها صاد الموجبة اللي هي أعداد صحيحة موجبة يبقى العين اللي احنا كنا بنعد بيها زمان بقت أعداد صحيحة موجبة والسوالب اللي اكتشفوها في التلج بقت اسمها أعداد صحيحة سالبة الله قم ما للصفر ده ايه يا ميس الصفر قال لهم لأ ما تدخلونيش في مشاكلكم ما تخلونيش لا معدول ولا معدول يعني ايه صفر يعني انا يا جماعة ليس موجب مش مع الناس الموجب الصاد الموجبة أو العين وليس سالب مش مع صاد السالبة خلينا انا كده في النص محدش ياخدني لو سمحت طيب خلينا بقى نشوف الأسئلة بتيجي ازاي صاد شيل منها طه ادي الصادة هو شلت الطه يا ميس يتبقى لي صاد السالبة طب جميل جدا شايف الصاد شيل منها صاد السالبة الله ده هيتبقى لي التانية اللي هي مين كلها الطه طيب طه تقاطع صاد وطه اتحاد الصاد الله دول جوه بعض زي الأم والنونو التقاطع ياخد الصغيرة اللي هي الطه واللي التحاد ياخد الكبيرة اللي هي الأم اللي هي الصاد طيب طه تقاطع صاد السالبة فين الطه اهيه وصاد السالبة اهيه التقاطع يعني الحاجات المشتركة ما بينهم الله يا ميس دي طه دي في حتة وصاد السالبة في حتة ما فيش حاجة مشتركة ولا هم أصلا لازقين في بعض يبقى التقاطع بينهم ايه طيب طه اتحاد صاد السالبة يعني مع صاد السالبة طه والصاد السالبة مع بعض يدينا المربع الكبير اللي هو صاد يا ميس صح برافو عليك طب لما يجي يقول لك صاد تساوي مين ويه مين ومين فيه فرق انه هو يديك ثلاث نقط وانه هو يديك نقطتين ركز بقى ثلاث نقط يعني عايز الصاد تتقطع ثلاث حتات فاحنا هنكتب له صاد الموجبة وصاد السالبة واللي رفض يروح مع دول ولا مع دول اللي هو المجموعة صفر انما لما يقول لي نقطتين بس يبقى هو عايز يقسم صاد جزئين وبس مين هم الجزئين دول طه كلها على بعضها بكل اللي فيها جزء والصاد السالبة لوحدها جزء تاني طيب لو جاء اللي شايف الطه شيل منها صاد الموجبة حيتبقى ايه من اللي جوه الطه اه يا ميس ده هيتبقى المجموعة صفر جميل خلي بالك لما اسألك على الفرق اللي هو انا بقول لك شيل منها بتشيل من المجموعة اللي جات الاول مش بتشيل من الرسمة كلها هنا المجموعة اللي جات الاول طه يبقى عنيك كلها على طه يبقى عنيك وتركيزك كله على طه وبس لو شيلت منها صاد الموجبة يتبقى من الطه اللي انت بتسأل عليها المجموعة صفر طب لو قلتلك طه شيل منها صاد ايه دي الطه اهي يا ميس شلت الصاد الله ده انا شلت العمارة كبيرة كلها كده انا هديت البيت كله يا ميس يبقى هيتبقى ايه في الرسمة ولا حاجة يا ميس اللي هي ايه فاي طيب طه تقاطع صاد الموجبة فين الطه اهي فين صاد الموجبة اهي الله دي نونه وامه عايز التقاطع يعني عايز الصغيرة اللي هي صاد الموجبة طب لو انا شلت التقاطع وحطت التحاد التحاد ياخد الكبيرة يبقى انت هتختار الام اللي هي مين طه طيب شايف صاد السالبة شيل منها الصاد كلها الصاد ده انا شلت الصاد شلت الرسمة يا ميس يبقى هيتبقى ايه لما بتشيل الرسمة في حلوة قوي طب لو قلتلك صاد الموجبة شيل الصاد الله ده انا شلت الصاد شلت الرسمة يبقى هيتبقى لي ايه في طيب حلوة قوي صاد الموجبة شيل منها صاد السالبة عينك على صاد الموجبة كده شايفها كويس شيل صاد السالبة هتتأثر صاد الموجبة اللي انت بتسأل عليها لا يا ميس مش هتتأثر لان هي بعيدة عنها يبقى هتفضل صاد الموجبة زي ما هي طيب لو قلتلك صاد السالبة شيل منها صاد الموجبة شايف صاد السالبة كويس بص عليها حلو لو جيت رميت صاد الموجبة هتتأثر صاد السالبة الاولانية اللي انا واسأل عليها لا يا ميس مش هتتأثر يبقى هتتكتب زي ما هي صاد السالبة انا بشوف المجموعة الاولى اتقصرت ولا لا مش الرسمة كلها طيب خلينا بقى نخش علي بعد ده كان خط الاعداد اللي حضرتك كنت بتدرسه لحد السنة اللي فاتت كنت بتكتب صفر هنا في بدايته ناحية الشمال وانت طالع بقى واحد اتنين تلات اربعة خمسة وهكذا يعني معنى كده ان انت بتزيد وانت رايح ناحية ايدك اليمين ايدك اليمين هي ايدك الاقوى اللي بتاكل بيها وتشرب بيها واغلب الناس بيكتبوا بيها وبيلعبوا بيها يبقى ايدك اليمين هي القوة معنى كده ان انت بتكبر بتزيد بالارقام وانت رايح ناحية ايدك اليمين بعد كده بقى لما اكتشفوا ان في اعداد اصغر من الصفر كانوا محتاجين يزودوا خط الاعداد النحية التانية فبقى ده خط الاعداد الجديد بتاعنا بنجي في النص نحط صفر واحنا ماشيين ناحية ايدنا اليمين بنزيد بالموجب اللي هو واحد اتنين تلاتة عداد العد بتاعتنا اللي بنعد بيها واحنا ماشيين ناحية الشمال بنمشي بالسالب سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب اربعة سالب خمسة كده بقوا دول صاد الموجبة وبقوا دول صاد السالبة صاد الموجبة وانت ماشي كده ناحية القوي وصاد السالبة وانت نازل كده ناحية الضعيفة اللي هي اديك الشمال قمال الصفر يا ميس ما خدتهوش ليه ما هو الصفر مش عايز يدخل في مشاكلهم ما خرج نفسه من الحكاية قالك لا يا عم انا ليس موجب وليس سالب انا لا معدول ولا معدول بيجي بقى يقولك نزيد كلما اتجاهنا الى الايه او والله ده احنا بنزيد نحية ايدنا اليمين يبقى كلما اتجاهنا الى اليمين ونقل كلما اتجاهنا الى ايه الى اليسار مستوى سطح البحر يمثله العدد ايه ايه مسمي سطح البحر ده ادي سطح البحر اللي هو فوق منه جبال كتير وتحت منه منخفضات وحاجات كده يبقى معنى كده ان مستوى سطح البحر الرقم اللي في النص لا اعلى ولا اقل اللي هو مين بقى الصفر طيب الحركة لليمين تمثلها اعداد ايه اه يمين دي القوة يبقى موجبة الحركة لليسار تمثلها اعداد ايه اليسار دي ايه دي الضعيفة تبقى سالبة حتى تفتكر كده يمين من مين موجبة يسسسار سسسالبة طيب ايه تاني يميس الاعداد الموجبة ممكن اشيل لنا الحركة لليمين واقولك الحركة للامام طيب ما الحركة للامام دي قوة برضو موجبة او الارتفاع عن سطح البحر برضو دي زيادة هيبقى موجبة غير السالبة بقى ممكن اشيل الحركة لليسار واقولك الحركة للخلف الانخفاض عن مستوى سطح البحر الانخفاض دي بتمثلها اعداد سالبة لو مسكنا الاعداد الصحيحة الموجبة وقولتلك اصغر عدد صحيح موجب الأصغر يا ولاد يعني إيدك الشمال الصغيرة الضعيفة مين بقى أقل رقم نحية الشمال؟ الواحد يا ميس طب لو قلتلك امسك الأعداد الصحيحة السالبة وقل لي أكبر عدد صحيح سالب أكبر عدد صحيح سالب يعني آخر عدد نحية اليمين اللي هو مين؟ سالب واحد طيب أكبر عدد صحيح غير موجب مين اللي مش موجب؟ السالب والصف أكبرهم اللي نحية اليمين مين؟ الصف يا ميس طب لو قلتلك أصغر عدد صحيح غير سالب مين اللي مش سالب؟ الصف والموجب مين أصغرهم؟ أصغرهم يعني اللي نحية الشمال اللي هو مين؟ الصف برضو يا ميس بس يبقى أنت كده فهمت لما جي أنا بقى أقولك غير موجب أو غير سالب غير وغير دي صفر وانت مغمن السؤال اللي بعده بيقول لي ضع علامة تنتمي أو لا تنتمي جزئية أو غير جزئية أنا أحب أقول على جزئية دي جزء من أو ليست جزء من طيب خلينا نفتكر كده الحاجات دي بنستخدمها إمتى؟ ينتمي لو العدد موجود لا ينتمي لو العدد غير موجود جزء من لو المجموعة موجودة ليست جزء من لو المجموعة غير موجودة العدد حبيبي بيبقى ضعيف غير المجموعة يعني بص كده الصفر ده رقم لوحده ضعيف محتاج خطوط كتير تقوي فدول بيجوا مع العدد بس عشان فيها خطوط أكتر إنما المجموعة دي قوية فيه سد علي منها وسد على شمالها قوية مش محتاجة خطوط كتير تقويها فبتاخد دول تمام كده؟ خلينا نشوف أول سؤال الصفر موجود في طه ولا مش موجود في طه؟ أه والله يا ميز ده الصفر موجود في الطبيعة لما فتحوا الصندوق ما لقوش حاجة طيب موجود يعني ينتمي ولا جزء من أه والله يا ميز ده عدد ضعيف محتاج شرط كتير يبقى أنا هحطي ينتمي طيب الصفر موجود في صاد الموجبة والله يا ميز الصفر كان من البداية واضح وقال أنا لا عايز أكون موجب ولا عايز أكون سالب يبقى معنى كده أنه لا ينتمي طيب الصفر موجود في صاد السالبة لا يا ميز مش موجود ده خرج نفسه من اللعبة طيب لو قلت لك الصفر موجود في صاد صاد اللي هي الكبيرة المربع الكبير آه يا ميز كان موجود جوه صاد يبقى هاختار ينتمي طيب المجموعة اتنين موجودة في الصاد آه والله يا ميز ده الاتنين رقم من الأرقام اللي بنعد بيه يعني صاد الموجبة آه موجود يا ميز طيب ده قوي ولا ضعيف لا قوي يا ميز في صدود جنب منه تحميه يبقى مش عايز شرك كتير يبقى انا هحط ايه جزء منه طيب صاد السالبة موجودة في الطه طيب ميز كده صاد السالبة ده عدد لا هي صاد السالبة اسمها ايه مجموعة الاعداد الصحيحة السالبة خلي بالك حبيبي العربي مجموعات يعني صاد السالبة صاد الموجبة الطه العين المجموعة صفر الصاد كل دول عربي يعني كل دول مجموعة اقوية جدا يبقى هياخد جزء منه او ليست جزء منه يبقى معنى كده ان صاد السالبة دي مش موجودة جوه الطه دي كانت جنبها يبقى هقوله ليست جزء منه طيب صاد الموجبة موجودة جوه الطه او الله صاد الموجبة كانت زمن عين والعين كانت جوه الطه ايه يا ميس يبقى هحط جزئية طيب المجموعة صفر موجودة في صاد السالبة المجموعة صفري دي مجموعة يا ميس ومن الاول الصفر قال انا لموجب ولا سالب يبقى ليست جزء منه طيب نخش على بعده كده اللي بيلغبط الناس تلاتة على خمسة موجودة في صاد بص حبيب قلبي الصاد دي اسمها الاعداد الصحيحة يعني الكاملة الاعداد الصحيحة ما فيهاش ولا كسور ولا اعداد عشرية وكمان انا لو شلت الصاد وحطت طه برضو الطه ما فيهاش لا كسور ولا عشري يبقى انت لما تلاقي كسور او اعداد عشرية سواء هنا صاد او هنا طه هتقول لي انها مش موجودة هترفضها طيب مش موجودة ودي ضعيفة من غير اقواس مجموعة يبقى هقول له لا تنتمي ونفس الحكاية 7 من 10 برضو هقول له لا تنتمي طب السالب 7 يا ميس موجودة في الصاد اه والله الصاد موجود فيها الموجب والسالب والصفر ودي سالب يعني موجودة في الصاد تبقى هقول له تنتمي طب لو شلت الصاد يا ميس وحطي الطه وسألت كميس هو السالب 7 موجودة في الطه هقولك لأ زمان لما كانوا بيتكلموا عن الاعداد الطبيعية ما كانش لسه فيه تلفزيون طلع ولا كانوا بيسمعوا الموزيعة وهي بتقول ان درجة الحرارة سالب 3 يبقى معنى كده ان السالب ما كانش لسه ظهر زمان في الاعداد الطبيعية يبقى اسمها ايه لا تنتمي ويجي السؤال اللي بعده يقولك اكتب عددا صحيحا يعبر عن كل موقف من المواقف الاتية خليني اقولك على حاجة اي موقف بقى فوق ارتفع اضافة زادة يبقى الاشارة بتاعته هتبقى موجبة واي موقف بينزل تحت نقصة سحبة صرفة انخفضة قلة اي حاجات بتقل بتنعص يبقى الاشارة بتاعتها سالبة خلينا نشوف بقى ارتفعت درجة حرارة المريض درجتين ارتفعت يعني موجب درجتين يعني اتنين يبقى انا عايزة منك موجب اتنين سحبة هاني من رصيده خمس تلاف جنيه سحبة يعني قل يبقى سالب سالب كام خمس تلاف طيب صرفت هدى ربعمية وعشرين جنيه صرفت يعني فلوسها قلت يبقى سالب سالب كام ربعمية وعشرين انخفضة سعر التليفزيون ربعمية جنيه انخفضة يعني قل يعني سالب سالب كام ربعمية يبقى انا كده خلصت السؤال ده بعد كده هنخش على المعكوس الجمعي ايه هو المعكوس الجمعي قالك بص حبيبي المعكوس يعني بيعكس يعني ايه بيعكس يا ميس يعني هاخد نفس العدد بإشارة مختلفة الموجب هخلي نفس العدد زي ما هو بس هخليه سالب والسالب هخليه موجب خلينا نشوف لو العدد اللي عندك اتنين يبقى معكوسه الجمعي كام اه والله ميس اتنين جيب الموجب يبقى المعكوس بتاعها سالب اتنين انا ما بغيرش العدد خلي بالك طيب لو العدد اللي عندك سالب تلاتة لما تيجي تعكسه تجيب المعكوس الجمعي هتحط تلاتة من غير سالب طيب لو العدد واحد اه واحد بالموجب يعني معنى كده المعكوس الجمعي بتاعه سالب واحد طيب خلينا نخش في اللي بعده الصفر يا ميس المعكوس الجمعي بتاعه ايه والله يا ميس الصفر مش موجب عشان احوله واخليه سالب ولا الصفر سالب عشان احوله اخليه موجب طيب انا اعمل ايه يا ميس دلوقتي نزله زي ما هو لما يكون العدد بتاعي صفر المعكوس الجمعي بتاعه هيكون صفر لان الصفر العدد الوحيد اللي ليس له معكوس جمعي بينزل زي ما هو مقدرش احط جنبه سالب ولا حط جنبه موجب خلينا نخش بعد كده على القيمة المطلقة ايه يا ميس القيمة المطلقة دي خلينا احكي لك حاجة بسيطة هتفهم يعني ايه القيمة المطلقة احمد جيم الشغل تعبان وعرقان وحران ومش طيق نفسه فقرر ان هو يدخل الحمام ياخد الدش بتاعه دخل الحمام وخرج زي الفل يبقى معنى كده ان هو قبل ما يدخل الحمام كان مش نضيف لما دخل الحمام وخرج طلع نضيف هو ده بالضبط معنى القيمة المطلقة القيمة المطلقة ولاد هم خطين كده شبه باب الحمام اي عدد يدخل جواه مش نضيف لازم يطلعه نضيف مش نضيف يعني سالب يا حبيبي يبقى انا هنا لما هاجأ ارى هقولك القيمة المطلقة للسالب 3 او والله ده العدد دخل جواه الحمام مش نضيف لازم يطلع نضيف من غير السالب يبقى انا هكتبته ساوي 3 تاني القيمة المطلقة لسالب 7 افتكر القيمة المطلقة دي اللي هم الخطين بباب الحمام اللي يدخل جواه لازم يطلع ايه نضيف يبقى انا هكتبته ساوي 7 طب فريديا مينيس شخص عادي نضيفه كل حاجة ودخل الحمام ياخد دش لما هيطلع هيطلع نضيف برضو يبقى معنى كده ان هو ما تأثرش صح عندك حق اللي يدخل الحمام نضيف هيطلع نضيف مش هيتوسخ يبقى معنى كده ان انا لما اقولك القيمة المطلقة للتنين ما هو الاتنين نضيفة ما فيهاش سالب اصلا يبقى هتطلع برضو من الحمام نضيفة هتطلع اتنين يبقى اي حد يدخل الحمام هيطلع نضيف سواء كان السالب موجود هيطلع من غيره او مش موجود فهينزل العدد زي ما هو نضيف القيمة المطلقة للستة فما الستة عادية يا ميس نضيفة هتطلع نضيفة برضو ستة طب القيمة المطلقة للصفر طب ما الصفر نضيفة يا ميس هيطلع صفر زي ما هو طب ميس افريدي جات لي كده فيه سالب بر القيمة المطلقة وجوه القيمة المطلقة بص حبيبي هو بالنسبة للاربعة اللي دخلت بالسالب جوه الحمام هتخرج من غيره بس الطراب اللي موجود بر الحمام هيفضل موجود زي ما هو وخلي بالك ان السالب ده بره يعني هيفضل زي ما هو فاتقارد سالب اربعة طيب المسألة اللي بعدها سالب القيمة المطلقة للخمسة السالب اللي بر القيمة المطلقة بينزل زي ما هو والله الخمسة اللي دخلت الحمام اصلا نضيفة فنزلت زي ما هي فبقت على بعضها سالب خمسة تمام كده تعالا بقى نخش على السؤال اللي بعده حدد قيمة سين خد بالك السين فين بالزبط دخلت الحمام ولا خرجت من الحمام القيمة المطلقة للسين تساوي تمانية مين اللي دخل الحمام فخرج تمانية نضيف زي الفل ولا ميس في احتمالين يا اما التمانية دي كانت اصلا نضيفة ودخلة كده تروش نفسها تاخد دوش جميل كده فكانت دخلة تمانية زي ما هي يا اما لما دخلت الحمام كانت حرانة وعرقانة فكانت سالب تمانية في جميع الاحوال لو التمانية دخلت تمانية او دخلت سالب تمانية حتطلع من الحمام تمانية القيمة المطلقة للسين تساوي خمسة يا تارا الخمسة دي لما دخلت الحمام كانت ايه؟ والله يا ميس دي ممكن الخمسة لما جات تدخل الحمام كانت نضيفة عادي وبتروش نفسها؟ او كانت حرانة وعرقانة وعايزة تستحمة يبقى معنى كده ان السين اللي جوه الحمام ممكن تكون دخلت عادي اللي هي الخمسة وممكن تكون دخلت حرانة وعرقانة اللي هي سالب خمسة يبقى خلي بالك السين لما بتبقى جوه القيمة المطلقة علي منها خط وشمالها خط يبقى معنى كده انها بتاخد قيمتين افتكر حتى ان هي وسط خطين يبقى بتاخد رقمين يا ده او ده وبتكتب كده في الامتحان خمسة او سالب خمسة طيب القيمة المطلقة للسالب تسعة تساوي سين لما بقى السالب تسعة دخلت الحمام خرجت ايه خرجت يعني اللي بعد اليساوي خرجت تسعة مالهاش حل تاني خرجت من الحمام نضيفة طب لو قلتلك القيمة المطلقة للسالب سبعة تساوي سين برضو خرجت من الحمام نضيفة اللي هي كام سبعة انما لما بتبقى جوه الخطين بتاخد رقمين خمسة او سالب خمسة تمانية او سالب تمانية طيب بيقولي اوجد قيمة ألف السالب 3 موجودة وسط الأرقام دي ما هو مستحيل تبقى السالب 3 هي السالب 4 ولا هي الصفر ولا هي التلاتة يبقى اكيد السالب 3 هي الألف اللي انا ما عرفهاش تبقى الألف بكام سالب 3 طب لو قلتلك ان الألف موجودة في التقاطع ما بين المجموعتين دول لازم الأول تقف وتحل التقاطع وبعدين نبقى نشوف التقاطع يعني الحاجات اللي موجودة هنا وموجودة هنا مين موجود هنا وموجود هنا؟ السالب خمسة يا ميس هي الوحيدة اللي موجودة هنا وهنا تبقى الألف تساوي سالب خمسة طب لو قلت لك إن المجموعة الأولانية اتحاد المجموعة التانية تساوي المجموعة الكبيرة واللي اتحاد بياخد كله فأخذ السالب خمسة وأخذ اللي اتنين وأخذ السالب 3 وأخذ الخمسة هنا تفضل الألف والنحية التانية تفضل الصفر يبقى الألف بكام بصفر طب لو قلت لك المجموعة 2 وألف جزء من المجموعة 2 وسالب 2 كده كده اللي 2 موجودة هنا وهنا تبقى الألف بكام اللي مش موجود بقى اللي هو سالب 2 بيجي بعد كده يقول لك اكتب بطريقة السرد بطريقة السرد يا ولاد يعني هتكتب كل حاجة الأعداد الصحيحة الأكبر من سالب 2 اه دي خط الأعداد بتاعنا فين السالب 2 هتاخد كل اللي أكبر منها الأكبر يا ولاد يعني القوي يبقى أنت هتمشي نحية إيدك اليمين الكبيرة القوية هاخد بقى السالب 1 والصفر والواحد واللتنين وهكذا ولازم تكتبهم جوه قوس المجموعة طيب اللي بعده الأعداد الصحيحة اللي أقل من سالب 3 أقل يعني ضعيفة يعني إيدك الشمال فين السالب 3 أهيه امشي بقى ناحية إيدك الشمال هتاخد السالب 4 والسالب 5 والسالب 6 وهكذا طيب الأعداد الصحيحة المحصورة بين سالب 4 و 3 فين السالب 4 أهيه فين التلاتة أهيه أنا بقى عايزة الأرقام اللي في النص المحصورة ومش هاخد السالب 4 ولا التلاتة معايا لأن دول الطرفين أنا عايزة المحصورة يعني الولاد اللي موجودة في النص هاخد السالب 3 هاخد السالب 2 والسالب 1 وهاخد الصفر وهاخد الواحد وهاخد الاتنين وبس كده طب ميس هو أنا عادي أبتدي من ناحية الاتنين يعني أقول اتنين واحد صفر سالب 1 سالب 2 سالب 3 في المحصورة عادي إنما لو قال لي أكبر أو أصغر بتنسك اللي بعد الرقم على طول وانت ماشي بقى طب لو جاء لك عدد صحيح ينحصر بين سالب 2 و 3 ودك شوية اختيارات سالب 3 سالب 1 3 سالب 2 عادي ترسم خط الأعداد وتشوف مين الأرقام اللي محصورة ما بين السالب 2 وما بين الثلاثة أو الاختيارة سالب 3 مش معانا تاني اختيارة سالب 1 الله معانا خلينا نكمل نتطمن الثلاثة مش معانا لإن هي عالطرف السالب 2 مش معانا لإن هي عالطرف فيبقى من اللي محصور اللي في النص سالب 1 طيب عايزين الأعداد الصحيحة اللي أقل من سالب القيمة المطلقة لسالب 2 الله دي دي ليه للوحدة عايزة تتحل لوحدها السالب اللي برا الحمام هينزل زي ما هو والقيمة المطلقة للسالب 2 هتطلعها نظيفة هتبقى 2 يبقى هم اللي 2 على بعد سالب 2 أنا عايزة الأعداد اللي أقل من سالب 2 أقل يعني ضعيفة يعني نحية إيدك الشمال فانت هتكتب سالب ثلاثة سالب أربعة سالب خمسة وهكذا طب الأعداد الصحيحة اللي أكبر من سالب القيمة المطلقة لسالب ثلاثة جيل وحدها عايز علاج السالب هينزل زي ما هو واللي دخلت الحمام دي هتطلع ثلاثة يبقى هم اللي اتنين على بعض سالب ثلاثة عايزين الأكبر يعني عايزين الأقوى نحية إيدك اللي مين فانت هتاخد السالب اتنين وهتاخد السالب واحد والصفر والواحد والاتنين وانت طالع بقى وهكذا طب أنا عايز الأعداد الصحيحة المحصورة بين سالب القيمة المطلقة لسالب اتنين والقيمة المطلقة لسالب اربعة دي عايز علاج ودي عايز علاج هنا نزلنا السالب زي ما هو واللي اتنين طلعت من الحمام يبقوا على بعض سالب اتنين اهيه والقيمة المطلقة لسالب اربعة هتطلع نضيفة اربعة اهي يبقى احنا هناخد المحصور بينهم سالب واحد صفر واحد اتنين تلاتة وخلي بالك كل الاعداد دي بتتكتب جوه اقواس المجموعة لان حتى لو تفتكر كلمة طريقة السرد دي انت كنت بتدرسها في المجموعات السنة اللي فاتت طب نيس ممكن ابدأ بالتلاتة اه هنا عادي تبدأ بالتلاتة هو كده الدرس خالص بس خليني افكرك بحاجة من السنة اللي فاتت عشان هتتسئل فيها مش الاعداد كلها يا زوجية يا فردية ايوة ميس الزوجية بيقولولها زين والفردية بيقولولها فه فانا لو قلتلك شايف الطه شيل منها الزين هيتبقى لك الفه طب لو قلتلك الطه شيل منها الفه هيتبقى لك الزين طيب مكملة زين انا بسميها زين شرطة زين شرطة زين شيلها لما تشيل الزين هيتبقى لك ايه فيه طب فيه شرطة يعني فيه شيلها ليه مكملة الفه شلت الفه يتبقى لك ايه زين طب شايف الفه شيل منها الطه طب ما انا شلت الطه يا ميس شلت الرسمة يتبقى لك ايه فايل طب الزين لو شلت منها طه طب ما برضه هيتبقى لي فا يا ميس طب الطه تقاطع زين آه بيفكرك بالأم والنونو الزين هي النونو والطه هي الأم المشترك ما بينهم الحاجة الصغيرة الزين اللي هي النونو طب لو قلتلك طه اتحاد الفه فين الفه اهيه النونو والطه اهيه اللي هي الأم اللي اتحاد ياخد الكبير اللي هو مين الطه طب زين تقاطع فيه المشترك ما بين الزين والفه لا يميزدوا البعاد عن بعض مجموعتين متباعدتين او منفصلتين مفيش اي حاجة مشتركة ما بينهم مفيش رقم مثلا يمشي زوجي ويمشي فردي في نفس الوقت يبقى التقاطع ما بينهم ايه فاي طب زين اتحاد الفه يعني الزين والفه مع بعض يدونا ايه الكبيرة بقى خالص اللي هي الطه طب شايف الزين شايفها كويس لو شلت منها الفه هتتأثر لا ميزدوا لها تتأثر اصلا دي بعيدة عنها يبقى هتنزل الزين زي ما هي طب شايف الفه شايفها كويس لو شلت منها الزين هتتأثر لا والله ميزدوا لها تهتم اصلا يبقى الفيه هتنزل زي ما هي طيب فاكر لما كنا بنقول ألف ألف دي كنا بنسميها الأعداد الأولية اللي مش موجودة في الجدول اللي هي مين بقى هفتح قص المجموعة اثنين ثلاثة خمسة سبعة احداشر زي رقم تليفون كده اثنين ثلاثة خمسة سبعة احداشر لو خدت بالك كل الأعداد الأولية فردية ما عدا مين بس اللي اثنين يا ميس اللي اثنين هو العدد الأول الزوجي الوحيد يبقى معنى كده ان انا لو قلتلك الألف اللي هي الأعداد الأولية لو شلت منها كل الفه كل الأعداد الفردية هتتبقى لك المجموعة اثنين ولو قلتلك ايه المشترك التقاطع ما بين الألف والزين عدد أولي وفي نفس الوقت يكون زوجي هتقولي المجموعة اثنين يعني معنى كده ان كل الأعداد الأولية فردية ما عدا مين اللي اثنين وكده يبقى احنا خلصنا كل الأسئلة اللي ممكن تتسأل عليها في الدرس ده ما تنساش بقى لايقاتك وتعليقاتك الجميلة اللي انا بستنيها وبكده يبقى خلص الدرس طميني عليك اوعى تنسى هتخش على اللينك اللي تحت الفيديو وهتحل الامتحان وتطميني عن درجة بتاعتك ولايقاتك بقى وحركاتك واشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة